بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الدوراة والإنجيل من قبل ودل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقار إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات من أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فينتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وغود النار كذب بآل فرعا والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشغون إلى جمنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في شئتين ارتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرغنهم مثليهم رقيا العين والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لهم الأبصار زين للناس حب الشموات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أولبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربي جنات تجري من تحقي الألهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والطالكين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن ينفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكشرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يكمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين بوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقهم وهم معرضون ذلك من أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرموا في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تهتقوا منهم تقار ويحذركم الله نفسا ومن الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تولد لو أن بيننا وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رغف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل لطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين كرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مغيا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرخب من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو طائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رغبك كثيرا وسبح بالعشي والهبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلهم ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أطلق لهم من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبعي الأكمه والأبرص ورحي الموتى بإذن الله وأنا أبعيكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن شي ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولمحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي ورمتكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الأخر قال لمن صاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون رغبنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبكم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة ولمنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرايا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وبدأ طائفة من أهل الكتاب له يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما نشعرون يا أهل الكتاب لم تتشعرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق في الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النمار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند أرضكم قل إن الفضل بيد لا يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله هو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشفرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنظر وثم يقول للناس كونوا عبادا لهم دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكشف بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله نيسا فالنبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرن قال أقربتم وأخذتم على ذلكم يصدري قالوا أقربنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكروا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه لا نفلره بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام بينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا أهدي القوم الظالمين أولئك جزاء أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا منه بعد ذلك ونصلحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم منه الأرض ذابا ولو افتدانه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتذوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فهلئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقال إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تبحرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبرونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا فقدوا الله حق تقاته ولا تغوتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحد لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأهلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الصير ويأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر وأولئك هم المسلمون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبين وجوه وتسودت وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوبوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها حالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد علما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهمون عن المنكر وتكمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يوللوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يجدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من حير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صظر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يحذونكم خبالا وادوا ما عملتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تكفي خذورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بريضكم إن الله عليهم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسكهم وإن تصبعكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبعوا وتتقوا لا يضركم كئدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غذبت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفان منكم أن تفشلاه الله وليوما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصاكم الله ببدل وأنتم أبي له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن يكحيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوهين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع قرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينطلب خائبين ليس لكينا الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فلنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 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 العرض والسماوات والأرض وعيدة للمتقين الذين ينفكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلق من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد نسى القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكاخدين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءتوا منكم ويعلم الصابدين ولقد جنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل من قلبتم على أعطابكم ومن ينقلب على أعطابه فلن يطر الله شيئا وسيجزي الله الشاكدين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجرا ومن يلد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يلد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معمور البيون كثير فما ومنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلقوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل بني سلطانا ومأوهم النار وبالزمث والظالمين ولقد صدقهم الله وعده إذ دحوا السنون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ونقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تدعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم ظما بظم لكي لا تحتموا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون من لنا من الأمن من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضادعهم وليبذلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعط ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غصور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرقوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لئنت لهم ولو كنت فضل غريب القلب لنفقوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحبك المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلو ليأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون أفمن اتبع رغوان الله كمن باء بسقط من الله ومأوان جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله عن المؤمنين إذ بعف فيهم رسولا من أنفسهم يدلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالهم مبين أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابهم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم هم للمسج يومئذ أقار منهم للإيمان يقولون بإخوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يفتون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطارنا ما قتلوا قل فدعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من خضه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وخضر وأن الله لا يطيع أجر الظؤمنين الذين استجافوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القضاء للذين أحسنوا منهم وانتقوا أجر عظيم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نبلي لهم خير لأنفسه إنما نبلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الضيب وما كان الله ليطلعكم على الضيب ولكن الله يجتبه من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول له عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بضباب للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أهلا من لرسول حتى يأتينا بقربان قل قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم إن كنتم صادقين فإن كتبوك فقد كذب رسل من قبريك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفسيا ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القياه فمن تحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشغفوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزي الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبذس ما يشترون لا تحسبن الذين يصرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فارفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عهد عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخذروا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الألهاب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كحرش الملاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهاء وقالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمما قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سنع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون